أكد مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفلاح لتشجعه على توريد القمح أضف مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء القادم سيناقش ويقر حافزا إضافيا لتوريد إردب القمح اعتبارا من الموسم المقبل بإضافة ألف جنيه لتوريد الإردب ليتم إقرار حافز آخر لتكون هناك عوائد مجزية للفلاح كان هناك توجيه من فخامة الرئيس لدعم الفلاح المصري وزيادة دعمه في خلال الفترة القادمة وبالذات تشجيعه علشان يبقى هناك توريد أكثر للأمح في خلال الموسم القادم وإن شاء الله بناء على توجيهات فخامة الرئيس مجلس الوزراء القادم حيناقش ويقر حافز إضافي لتوريد الأمح حيضاف للأردب إن شاء الله الاعتبارا من الموسم الجاي إحنا كانت الحكومة وفقت إن يبقى سعر الأردب ألف جنيه إن شاء الله في مجلس الوزراء القادم حيكون فيه خبر مفرح للفلاحين بإضافة رقم آخر كحافز إضافي للتسليم عشان يبقى هناك سعر وعائد مجزي للفلاح المصري لموضوع الأمح إن شاء الله